أيضا هنروح لكرة السلة رجال واللي كان عندهم مباراة في بطولة القاهرة مع الطيران وفوزنا في هذه المباراة فوزنا في هذه المباراة اللي ستجد 20 صفر بعد انسحاب نادي الطيران في هذا اللقاء طبعا زي ما حضراتكم معارفين الفريق بيقوله مستر أجوستي بوش طبعا احنا الفريق بيستعد بكل قوة ان شاء الله لبطولة العربية في الكويت سيغادر الفريق يوم 12 ان شاء الله إلى العاصمة الكويتية وخلينا اقول لكم انه طبعا كان فيه مطشين في الاول كان مطش الكهرباء فوزنا فيه 83-19 وبعا كده فوزنا على السكر حديد 90-22 ودي كانت فرصة كويسة ان كابتن أو مستر أجوستي بوش بتيدي شارك اللعيبة بشكل كويس اللعيبة الدولية كلها شاركت طبعا احنا نضمننا طبعا والتر هوج المحترف الأمريكي اللي مكمل معنا الموسم كله انما بالنسبة لبطولة العربية عندنا في كوادي اللعب اللعب اللي هو تمام عندنا طبعا هوج بورتوريك وفاكوادي ناجيري يعني تلبي مع الجنسية الأمريكية كمان فاكوادي بس خلينا اقول لكم انه طبعا الفريق بيستعد فاكوادي لعب معنا البطولة العربية السنة اللي فاتت لعب معنا البطولة العربية السنة اللي فاتت بس كان معنا تومسون دلوقتي تم استبدال تومسون بولتر هوج واكتفى النادي الأهلي بهؤلاء المحترفين اتنين بس كان لنا الحق في محترف ثالث عربي ولكن مستر أجوستي بوش شايف انه اي محترف عربي هيجي هو عنده على البنش العيبة افضل والحقيقة دي حاجة عجباني جدا في مستر أجوستي انه امين مع نفسه الموضوع مش موضوع ان انا عايز اجيب العيبة وخلاص الموضوع ان انا شوف فايداتهم الفنية للفريق ايه لو عندي البديل الفني انا موافق عليه ودي الحقيقة ميزة مستر أجوستي بوش انه يعني زيما بيقوله ما بينخدعش بالمظاهر عندنا على البنش العيبة كويسية جدا عندنا لعبة ناشئين طلعين على مستوى عالي اللي خليني يعني ممكن استعين بلاعبة بعربي ايو انا عندي لعبة في مستوى جيد كاميرا الابطال كان موجودة طبعا في لقاء تيران وسجلنا مع طرل الغنام خلينا نشوف طرل الغنام قال معنا ايه وارجع لحضركم دي اول مفروض النهاردة كان عندنا ماتش مع ابطاران جالنا معلومات كده من الفرقة يعني انه هم احتمال ما يجوش عندهم إصاباته كده لكن انا رسميا ما جاليش حاجة من منطقة القهيران ان في ماتش تلغى او حاجة فانا بطبق انا معليش دعوانا باجي ماتش عادي الساعة ستة ييجو الحكام يكتبوا بقى ساعتها ما نستند تلت الساعة المقررة وهم ما يجوش فانا بتعمل ان انا عندي ماتش لكن لغاية دلوقتي المعلومات ان هم مش جايين بس انا ما قدرش اخد اي اجراء اللي لما الحكام تيجي تلغ بس فهمت هيالي لو مجوش كوتش جوستي هيعمل زي تقسيمة كده الرسمي يعني زي شبه ماتش رسمي يعني ممكن يبقى احسن من الماتش اه فهد من الماتش كمان ان شاء الله باذن الله احنا عندنا ماتش عادي مع هليوبلس مع المفروض كمان كم يوم ان شاء الله باذن الله واحنا عادي يكملين عادي في طريقة لغاية قبل ما نسافر البطولة العربية ومان نرجع بقى بتبقى بتكمل البطولة باذن لرب العالمية عندنا يعني ان شاء الله ماتش ود بenced كده قريب وبعدين عندنا ناسنا ماتش هليوبلس بس ادي الفضلين يمكن ماتشين بالكتير وكان فيه ماتش كده بنحاول التفعليه بس بتالي كوتش فضلنا تقريبا ما فيش وقت لي بالزات فتقريبا مش هيبقى فيه غير ده وماتش كمان يعني مش اكتر من كده شايف ان الحمد لله طريقنا كايس ربنا كرمنا في القرعة وان شاء الله بإذن الله ماشين كويس يعني استعداد للموسم كويس وطولة كايس وعندنا سوبر ان شاء الله في شهر واحد مسافرين بطولة عربية كمان عشر خمسة عشر يوم يعني الجدول الممتلئ وعندنا افريقيا في شهر فان شاء الله يعني ربنا يكرم والدولية تمشي في التجاهل احنا عايزين ويا مساهل يا رب سلام حضراتكم شفتوا يعني طاري الغنام الحقيقة أو كابتن طاري الغنام نجمينها الكبير والمدير الإداري فريل اول للكرة السلة لخاصلنا الفترة الجاي فيها ايه مطشات لسه مستمرة بطولة القاهرة هيعمله مطش قوي او اتنين يمكن قبل السفر وبعد كده هنسفر على الكويت والبطولة عربية في حد ذاتها هي في نفسها اعداد كمان لبداية الموسم والحمد لله يا رب الحمد لله ما عندناش اصابات الفرقة كلها كاملة يا رب نستمر على هذا الحال الى البطولة عربية ان شاء الله واحنا حامل اللقب طبعا مش محتاج اذكر حضركم كلكم فاكرين السنة اللي فاتت كان اول لقب بطولة عربية لنا في التاريخ والحمد لله ان شاء الله ما يكونش الاخير بعد ما فاس فيها كمان اهب امين باحسن لعب في البطولة فايزا ان شاء الله الفرقة السنة الجاية تأدي بشكل كويس على البطولة الجاية البطولة الجاية قوية جدا البطولة عربية اللي جاية يعني اللي شفناه في برج العرب السنة اللي فاتت لقا هنشوف اقوى منه 100 مر حتى في المجموعة وبفكر حضراتكم مين مجموعتنا مجموعتنا الميناء اليمني عندنا الرياضي اللبناني وعندنا مين كمان يا جماعة والغرفة القطري دولة ثلاث فرقة اللي معانا وطبعا المتشاط واخدة بواخدة ترتيب كده تصعودي فان شاء الله حتى مباراة المجموعة مباراة صعبة التأهم المجموعة هيكون بصعوبة لان الفرقة كلها جاي بقى جانب ومستعدة بشكل جاي عندنا الخبر اللي بعد كده بوردوا ليه علاقة بكرة السنة رجال اتعاملت بارح ده بطولة او سوري قرعة بطولة كأس مصر في الاتحاد المصري رئيس لجنة مسابقات كابتان احمد كامل عمل القرعة الاهلي بغي في دور الستاشر الاهلي هي لعب على طول دور التمانية وهينتظر الفائز من سموحة والمصري الاتصالات عشان يلعبناه طب المباراة هتكون فين؟ دي قرعة كأس مصر اللي يتعامل في الاتحاد المصري مقر الاتحاد المصري امبارح وحضرها الدكتور مجدى مفيخة رئيس الاتحاد والكابتان احمد كامل رئيس لجنة المسابقات وبحضور مندوبين عن الاندية واصفارة القرعة وتعامل رجال وسيدات انا بقى هستعرض محاداتكم الرجال وهستعرض محاداتكم السيدات بعد ذلك طيب احنا هنلعب دور التمانية مع الفائز من سموحة والمصري الاتصالات الموتش هتلاعب فين؟ في صالتنا صالت الأمير عبدالله الفصل بمكان نادي الاهلي من الجزيرة في بداية من دور الاربعة هتبقى في ملعب محيدة وان شاء الله هنجيب لحضراتكم موعدها فهو قراء الاعلان عنها دي طبعا صور من القرعة طبعا موجود كابتن طالر الغنام دكتور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد كابتن أحمد كامل علي مينو وده طبعا مندوبين عن الاندية يعني بتهيقلي ده المهندس محمد عبدالي بنها برئيس الاتحاد حضرها مع الاندية يعني أصدق لكم انه بيبقى الموضوع فيه شفافية وبيبقى الموضوع واضح والاختيارات بتبقى حسب طبعا الاتحاد ما عندوش اي حاجة ما عندوش مصطعف حاجة المهم blog�로 تتعمل بشكل جيد ولكن القرعة الجديد في القرعة دي الملفت للنظر انه احنا الثلاث سنين اللي فاتوا كنا باللاعب الزمالك وعليما في دور الثمانية دور الثمانية دور الأربعة الثلاث سنين اللي فاتوا الحقيقة السنة دي الزمالك والقرعة جنبته نيوها معنا وبمناسبة الثلاث سنين اللي فاتوا الاهلي أقصر زمالك من كأس المصر يعني احنا لعبناهم او لعبنا الزمالك ثلاث مرات آخر تلات نسخ من الكأس السرفاتة والأبيها والأبليها ويع الزمالك معنا في طريقنا في مرة ويع في دور الثمانية ومرة أو مرتين ويع في دور الستاشر لا دور الأربعة والتلات مرات النادي الأهلي أقصى نادي الزمالك خارج الكأس السنة دي القرع جنبت نادي الزمالك من يوع أو يلاعب نادي الأهلي إن شاء الله أننا تمنى التوفيق للفريق تبدأ من دور الأربعة تبقى ملاعب محايدة هيحددها للاتحاد السلة لاحقا وطبعا إحنا حامل لقب الكأس زي ما قلت لحضراتكم من قبل بعد ما فوزنا على الاتحاد في المباراة 69-65 طبعا الاتحاد ده في الفاينال في سكتنا إن شاء الله إحنا في دور الثمانية غالبا هيكون الجزيرة أو طلاق الجيش قبل النهائي طبعا الناحية الثانية هيكون الاتحاد في سكته الزمالك ولكن إحنا في سكتنا نادي طلاق الجيش أو الجزيرة من اللي هيكسب منهم هينقابلوا في دور الأربعة إن شاء الله في حالة إن إحنا فوزنا على لا يفوز من سموحها ومصير الاتصالات دي كانت قرأة الرجال